السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم منافاتحي من قناة ياسميل لتعليم الكروشير الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من فضلك لو دخل قناتي اول مرة ضغطي على المربع الاحمر واشتركي في القناة وعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك باللي كل جديد وحشتوني 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 جدا 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 كل حبيبي ومتبعيلي بحبكم في الله هعمل حاجة لطيفة كده كل فيديو انزله هاختار تعليق من التعليقات الحلوة بتاعتكم وهحطه على الشاشة اول تعليق هيكون معانا النهاردة كده قدامكم على الشاشة تعليق صحر علي حبيبتي يا صحورة مرسي جدا على التعليق بتاعك الجميل كومنت الحلوة قوي 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 ومرسي حبيبتي صحر علي مرسي 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 وربنا يخليكم لي يا رب اجمل متبين ولا هيحرم لي منكم ابدا 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 الكومنت قدامكم دلوقتي على الشاشة عشان تشوفوه والكل يشوفو ان شاء الله الفيديو الجاي هاختار كومنت تاني وهحطه على الشاشة بامر الله يلا بينا عشان ما طولشو عليكم نشوفو روزتنا الحلوة هنعملها بالخيط السواري هنعمل شال هنعمل كارديجان هنعمل اي حاجة حلوة بالشال بالخيط السواري ده خيط بولو جديد نازل تركي في السوق يلا بينا نبدأ وبسم الله وعلى بركة الله بسم الله الرحمن الرحيم الخيط حبيبي هستخدم ليه ابر رقم ثلاثة او ثلاثة ونص او اربعة زي ما تحبي بس انا هستخدم ابر رقم ثلاثة لان الغرزة فيها اعمدة وانا قلت لك الغرزة لما يبقى فيها اعمدة بحب دايما يكون فيها الابرة اسغر تمام هنعمل عقدة البداية اهو ايا كانت الطريقة اللي انتي بتحبيها في عقدة البداية وهنقول الغرزة بتاعتنا مضاعفات العدد عشرين قفلت عليها بغرزة بسلسلة وبعدين هعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمسة تاشر ستتاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين يبقى غرزتنا مضاعفات العدد عشرين زائد واحد هكمل وارجعلكم خلصت حبيبي مضاعفات العدد عشرين وانا عملت اربعين سلسلة بس لانا بعملكوا عينة واخدت بعدهم سلسلة تمام نرجع بقى نطلع تلات سلاسل عشان عمود البداية وهدخل في الغرزة لانا صبع عليها لا اللي بعدها عشان السلسلة عقم خمسة عشان العدد يطلع بزبود واراوند ده كله هيبقى عبارة عن عمود بلفة يبقى اكمل الشغل كله عبارة عن عمود بلفة وتأكد من العدد بتاعي اثناء ما بخلص الراوند ده تمام حبيبي هخلصه حبيبي الرامل ده رقب واحد والرامل ده مش هيتكرر معايا في الشغل هو مرة واحدة بس بعد كده هطلع به تلات سلاسل واحد اتليل تلاتة ولنف الشغل بتاعي وبعدين ادخل اسيب اول عمود ما ليش دعوة به هو فوق السلاسل هدخل في تاني عمود وهاخد عمود هو اللي بعده عمود التلات اعمدة دول كنار وهيفضلوا زي ما هم تلات اعمدة كنار مش هيتغير تمام بعد كده هاخد سلسلة وهسيب هنا عمود وهدخل في العمود اللي بعده اعمل عمود وبعدين هاخد سلسلة وهسيب هنا عمود وهدخل في العمود اللي بعده اعمل عمود تمام كده لازم انتبه ان قبل كل واحدة انا هعملها في تلات مربعات واحد اتليل والتلاتة هنا انا بليته لان هو ده هنشتغل به تقليد الكورشي في اللي هي مربعات مغلقة ومربعات مفتوحة فالوحدة بيبقى قبلها 3 مربعات أي وحدة هتكتري هتكبري قبلها 3 مربعات بس هنا الوحدة دي قبلها 3 مربعات لكن أنا ظللت المربع الأول علشان هو في بداية الشغل هعمله كلهم بعد كده هاخد سلسلتين وهعد واحد اتليل ثلاثة وهدخل في رقم أربعة واحد اتليل ثلاثة وهدخل في رقم أربعة وهعمل خمسة عمود بلف فأدي واحد اتليل ثلاثة أربعة خمس اسمحولي على صوتي معلش تعبان وبعدين سلسلتين وهعد واحد اتليل ثلاثة وفي رقم أربعة هلفه هنزل آخد عمود تمام أهو اكبر لكم الكادر شوية تمام كده هاخد بعد كده سلسلة وهسيب عمود وهدخل في اللي بعده بعدين أاخد سلسلة وهسيب عمود وقدخل في اللي بعده يبقى أنا قلت دايما الوحدة اللي في النص قبلها تلاثة مربعات مليش دعوة بالمربعات اللي حواليها كمال سلسلة وهسيب عمود وهدخل أعمل في اللي بعده عمود تعالوا نعد الفراغات كده عيد العمود ده كده تاني تعالوا نعد المربعات اللي بعد القلب ده سيبنا بالمربع ده مش هحسبه معايا خالص اللي هو بعد القلب مش هحسبه هحسب بعدها اللي هي المربعات اللي هي فيها سلسلة واحد اتليل تلاتة أربعة خمسة ستة يبقى أنا كده مزبوط خلاص هاخد سلسلتين وهعمل نفس اللي عملت واحد اتليل تلاتة وفي رقم أربعة هدخل أعمل خمسة عمود بلف واحد اتليل تلاتة أربعة خمسة تمام حبيبي سلسلتين وعد واحد اتليل تلاتة وفي رقم أربعة هعمل عمود سلسلة هدي أول مربع واسيب عمود وادخل في اللي بعده هدي أول مربع سلسلة هسيب عمود وادخل في اللي بعده يبقى ده المربع التالي اهو واحد اتليل المربع التالت وبما انه هو الأخير فأنا هعمله مظلل علشان يبقى كنار للشغل بتاعي لكن لو انا بكمل لو انا هكمل الشغل اكتر اكتر يبقى مش هزلل له هشتغل تلاتة هشتغل بقى ستة تلاتة وتلاتة كمان تمام خلاص كده اتفهم حبيبي الراوند رقم يعتبر واحد هنعمل الراوند رقم تليل هطلع به تلات سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهدخل في التلاتة اعمدة دول هعمل تلاتة اعمدة ودول قلنا هيفضلوا ستين معايا لحد اخر الشغل بتاعي تمام بعد كده هاخد سلسلة وهعمل هنزل بعمود اهو المفروض اخد سلسلة وانزل بكمان عمود لا انا مش هعمل كده انا هكبر الشكل ده اللي هي الخمس اعمدة عشان انا بطلع بشكل قلب فهاخد سلسلتين وهروح مباشرة على العمود ده اول عمود هعمل فيه تلاتة اعمدة ادي واحد اتلين تلاتة يبقى تلتبوا هنا انا عملت ايه فوتت عمود من هنا علشان انا بكبر القلب طيب انا عملت تلاتة طيب والعمود اللي بعده هيبقى عمود عادي واللي بعده عادي برضو ما فيش اي مشكلة واللي بعده هو عمود عادي واخر عمود هعمل فيه تلاتة عمود بلف اهو ادي واحد هتليل تلاتة يبقى انا عملت زيادة هنا تلات اعمدة وهنا تلات اعمدة تمام هاخد سلسلتين هفوت بقى العمود اللي هنا مش هشتغل فيه وهدخل كل ما بكبر كل ما بفوت عمود هدخل هنا تمام حبيبي هدخل بعد كده هعمل سلسلة وبعدين هدخل اعمل عمود تمام انا هنا برضو هسيب دي هسيب دي وهشتغل من هنا على طول وهيبقى فيه هنا ايه كمان عمود هعمل ايه المفروض اخد سلسلة وعمود لأ يبقى انا عملت عمودين بس وهنا هدخل اعمل تلاتة اعمدة واحد تلاتة تمام اهو تلاتة اعمدة وبعدين انزل في العمود اللي قابلي مباشرة اعمل عمود بسو الشكل كده اهو طيب وبعدين سلسلة وعمود وبعدين هتغاض عن العمود دي عشان انا بكبر القلب ده فهاخد سلسلتين وبعدين ما تفكريش ان هو صعب وتتلخبطي وبعدين هاخد في اول عمود تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة في نفس المكان وبعدين العمود رقم تلين هعمل فيه عمود عادي العمود رقم تلاتة عمود عادي العمود رقم اربعة عمود عادي العمود رقم خمسة هعمل فيه تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة سلسلتين هتغاض عن العمود اللي قابلي ده مش هنزل فيه هنزل في اللي بعده اهو اللي بعده عمود سلسلة وبعدين عمود وبعدين اكمل بقى الكنار اللي هو عبارة عن تلاتة اعمدة متتالية واحد اتنين تلاتة وده الراوند رقم اتلين شايفين حبيبي يبقى هنا اهو كل ما بزود هنا الاعمدة بتغاضع عن عمود من تحت تمام هنبدأ الراوند رقم تلاتة اهو تلاتة سلسل واحد اتنين تلاتة هلف الشغل وهعمل الكنار بتاعي اللي هو عبارة عن تلاتة اعمدة ههو تمام طيب بقى هنا ايه بقى عمود واحد انا تغاضيت عن العمود اللي تحت عشان كبرت القلب فبقى عمود واحد هتغاض عن العمود ده كمان وهاخد فوقه سلسلتين وهعمل نفس الحكاية هكبر القلب بتاعي يعني اول عمود هاشتغل فيه تلاتة اعمدة واحد اتنين تلاتة وبعدين العمود اللي بعده عمود عادي اللي بعده عمود عادي اللي بعده برضه عمود عادي اهو عمود عادي عمود عادي برضه عمود عمود طب والعمود الاخير هاخد فيه تلاتة اعمدة واحد. اتنديل. تلاتة. تمام? اهو. بعد كده هاخد سلسلة. وهنزل فوق العمود ده. هعمل عمود. لأ عفوا. احنا بنتراضة عن عمود. مش احنا دايما بنسيب عمود. اهو. هاخد سلسلتين. تمام? وهروح فين? لازم اسيب العمود ده. زي ما نسبت العمود ده عشان وسعت برضو هسيب العمود ده. هسيبه واروح فين? هروح للعمود اللي بعده مباشرة. اهو. زي ما نسبت هنا العمود اللي تحت اهو. انا سبته فانا كمان سبت العمود اللي هنا. طيب وبعدين. التلات اعمدة دول هعمل فيهم ايه? هاخد سلسلة. وهروح على التلات اعمدة اعملهم كلاستر. يعني عمود غير مكتمل. اللي بعده غير مكتمل. اللي بعده غير مكتمل. اخدهم كلهم مع بعض. اخد سلسلة. تمام? وبعدين انزل في العمود اللي بعده. عشان يكون ده الشكل بتاعها. اهو. شايفينه? تمام? خلاص. هاخد بعد كده سلسلتين. هتغاضع عن العمود اللي تحت ده. وهروح مباشرة بعد ما خدت السلسلتين. اعمل هنا تلاتة اعمدة. اهو. وبعدين اكمل اكمل الشغل بتاعي. هقرب لكم شوية. اكمل الشغل بتاعي اهو. زي اللي زي اللي عملته هنا بالزبط. دايما لما بوسع بتغاضع عن العمود اللي تحت. وسع بتغاضيت عن العمود اللي تحت. ادي شكل حبيب الراوند رقم تلاتة. زي ما انتم شايفينه كده اهو. برضو هنا في الاخر. انا تغاضيت عن العمود ده. وعملت سلسلتين. طالما انا عملت هنا توسع. تمام? اهو. بعد كده هطلع الراوند رقم اربعة. هطلع بتلات سلاسل. ليه لتلاتة الف الشغل بتاعي. اعمل الكنار بتاعي. اللي هو عبارة عن تلاتة اعمدة. تمام? طيب الراوند ده انا هعمل في ايه بقى? الراوند ده سبات. يعني ايه سبات? هاخد سلسلتين. اهو. تمام? وهنزل هنا في الاعمدة دي مش هعمل اي زيادات واحد. او لان اصلا ما عدش عندي مربعات اسيبها خلاص. المربعات هنا العمود اللي كنت بسيبه. هنا سبت عمود وهنا سبت عمود خلصه. فهعمل ايه بقى? هنزل سبات. يعني فوق كل عمود اهو. هعمل عمود. شايفين? اركزوا بس معايا. صدقوني هتبقى سهلة وخفيفة بنلزبه لكم جدا. فوق كل عمود اهو باخد عمود. شفتوا هي فيها اعمدة كتير ازاي جنب بعضها عشان كده انا بقول لكم صغرت الابرة عشان ما تبقاش الاعمدة مفتحة بينها وبين بعضها. لو الابرة كبرت. شوفوا بقى كده اهو. سبات. شايفين يعني ايه سبات? يعني طلعت بالمنظر ده. مفيش زيادات هنا. طيب وبعدين. وبعدين هياخد زي ما اخدت هلك سلسلتين. هاخد هنا سلسلتين. هنا في عمود. هاخد فوقه عمود. هاخد سلسلة. الرأس الكلاستر دي فيه كان تحتها عمود اهو. هاخده عمود. سلسلة. فوق العمود ده. عمود. خلاص انا الشغل في الملطقة دي. انا خلاص خلصته. مش محتاجة اكتر من كده هنا. بعد كده هاخد سلسلتين. وهكرر نفس اللي انا عملته. اللي هو سبات. اللي هو فوق كل عمود. عمود. تمام حبيبي? خلاص. اكمل بالمنظر ده زي ما لتشايفين كده. سبات. ما زودتش اي حاجة. حبيبي راول ده رقم اربعة وطلع بالشكل اللي لتشايفينه ده. بعد كده انا طلعت هنا بالتلات اعمودة بتوعي. اللي هو ما سبتين معايا. بعد كده هعمل ايه? بعد كده هاخد واحد. اتليل. تمام? وبعدين هروح على اول عمود. هاخده عمود غير مكتمل. هعمل تناقص. تالي عمود هاخده عمود غير مكتمل. تالت عمود هاخده عمود غير مكتمل. تمام? خدت تلات اعمودة غير مكتمليل. هاخدهم كلهم مع بعض. وبعدين سلسلة. تمام? طيب. بعد كده هاخد العمود اللي بعده غير مكتمل. كمان العمود اللي بعده غير مكتمل. كمان العمود اللي بعده غير مكتمل واخدهم كلهم مع بعض وعمل سلسلة تمام شايفين بعد كده هاخد 1 اتليل 3 ثلاث سلاسل ولفي الشغل ولفي الخط على الابرة وده العمود اخر عمود انا دخلت فيه هدخل في العمود اللي جنبه مباشرة وهعمل عمود غير مكتمل واللي بعده كمان عمود غير مكتمل واللي بعده كمان عشان يبقه 3 اخدهم كلهم مع بعض وبعدين سلسلة هيتبقى عندي 4 عمدة هاخدهم برضو مع بعض عمود غير مكتمل عقبة ليل عمود غير مكتمل الثالث اهو وبعدين الرابع تمام اخدهم كلهم مع بعض وسلسلة بصوا بقى شكل القلب ظهر بقى القلب ولا ما ظهرش اهو شوفوا بقى شكل القلب جميل ازاي شايفين بعد كده هاخد سلسلتيل تمام وهروح اعمل الاعمدة بتاعتي عادي مفيش فيها اي مشكلة اهو عمود سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلتيل وهروح اعمل نفس اللي احنا عملناه في القلب اللي هلاك هعمله في القلب ده بالضبط اهو تلاتة واخده مع بعض وقفل بسلسلة وهكذا شايفين بقى شكل القلب ظهر ازاي اهو اظن انتوا كده عرفت الغرزة بتاعتي شايفين حلو ازاي انا برضو ايه انا لسه ماكملتش الغرزة بس انا لسه فيه ادوار تاني بس انا حابة اوريكوا العينة بتاعتي قبل بلكمل شغلنا عشان برضو اشرح لكم لها وانا بشتغل بصوا بصوا حالوتها شايفين جمالها اهو شفتوا حلوة ازاي كمان فيه شال اهو هاعرضوا قدامكم فيه شال هنا برضو بنفس الغرزة الحلوة دي جميلة جدا للشال هتبقى فضيعة وحلوة ومتمسكة وجميلة اوي بلاش نتغزل في الغرزة دلوقتي خلينا نكمل الاول بس خلي قدامنا كده الشغل عشان اكمل لكم خلاص احنا احنا اتفقنا ان احنا هنكمل الدور هنعمل القلب بنفس الشكل اللي احنا عملنا ده اهو التناقص نكمل الناحية دي زي الناحية دي ورجع بيجي خلاص القلب بتاعي اهو زي ما انتم شايفين هطلع به تلات سلاسل وهلف الشغل بتاعي وهبدأ اعمل الكنار بتاعي عادي مفيش اي مشكلة وهبدأ ارجع الشغل بتاعي زي اول راوند زي زي اول راوند هقولك اهو انه هو الراوند ملاش دعوا ابدأ قولنا ده مش هيتكرر زي راوند المربعات دي بالزبط ازاي هقولك اهو هناخد سلسلة وهدخل في الفقار ده وهعمل عمود تمام وبعدين سلسلة وهدخل في الفقار بتاع الكلاستر ده اللي انا عملته وهاخد عمود كمان سلسلة الفقار بتاع الكلاستر ده كمان هدخل فيه وهعمل عمود كمان سلسلة الفقار اللي في النص هنا ده هدخل فيه وعمل عمود كمان سلسلة وهروح هنا في الفقار بتاع الكلاستر اعمل عمود سلسلة كمان فيه هنا فقار للكلاستر اهو هعمل في عبود تمام شايفين انا بقى هنا هاسس لقلب جديد يعني شايفين القلوب بتاعتي اهان واحد اتلين تلاتة هاسس هنا في الراولد ده ليه القلب الجديد يعني ايه القلب الجديد لو هنا قلبين بيبقى القلب في النص هنا شايفين بادئ بلين بادئ بالدور اللي انا بعمل فيه المعبعات ده هاسس لقلب جديد طيب هيبقى فين القلب الجديد هيبقى هنا في النص التلاتة اعمدة دول التلاتة اعمدة دول واحد اتلين تلاتة اللي في النص هتغاضي عن العبود الاول تمام وهاخد سلسلتين وهبدأ اقسس لقلب جديد اخدت سلسلتين وتغاضيت عن العبود ده وروحت للي بعده هعمل فيه خمس اعمدة ادي اتلين تلاتة اربعة خمسة سلسلتين وهتغاضي عن العبود اللي تحته تمام اللي تحته ده هتغاضي عنه بس هروح هنا في النص وهعمل ايه عبود انا هنا اغلطت على فكرة كان المفروض ان انا هنا بعد ما اخدت السلسلتين دول اهو هنا فيه سلسلة فيه سلسلة واحدة وهنا فيه فيه الفراغ ده لازم اعمل عبود شايفين في الفراغ ده فيه اهو شايفينه هو فين العبود اهو هو ده العبود هنا فوته هنا فوته هنا فوته هنا بقى بيرجع تالي الاصلتين تمام وبعده هاخد بقى سلسلتين وارجع هنا في النص اعمل خمس اعمد ادي واحد اتلين تلاتة اربعة خمسة وبعده السلسلتين وهفوت العبود ده مش هشتغل فيه لكن هروح للفراغ ده وهعمل فيه عبود اللي هو ايه العبود ده اهو لو لزيلتي لتحت كده العبود ده هتلاقي هنا اهو اهو اللي انا هنا فوته وجيت رجعته ده هاخد بعد كده سلسلة وهروح ليه الكلاستر هنا واعمل عبود سلسلة رأس الكلاستر التالي اللي بعده واعمل عبود سلسلة اروح للفراغ اللي في النص ده واعمل عبود سلسلة برضو فراغ الكلاستر اهو سلسلة فراغ الكلاستر اللي بعده تمام وبعدين سلسلة وبعدين هدخل بسلسيش في الفراغ ده واعمل عمود سلسلة وبعدين اعمل الكنوار بتاعي تمام كده هباجي اهو ده الكنوار بتاعي اهو نصوه اسست بقى ايه لقلبي جديد تمام الشغل بتاعي هو عشان اعمل الراولد ده خلي بالك ان انا هنا فوق فوق القلب ده هعمل سمبوكسة زي سمبوكسة اللي انا كنت عاملها هيلة دي اللي هي بتطلعي بتلت سلسي تلت اعمده وبعدين ترجعي تجمعيه في كلاستر طيب دول هعملهم فين هقولك اهو سلسلة وهدخل عند اول عمود اعمل عمود سلسلة عند العمود اللي هنا واعمل عمود سلسلة وعند العمود اللي هنا هعمل عمود تمام اهو شايفين هاجي هنا بقى العمود اللي فيه رأس القلب في رأس القلب بالضبط وانا عند العمود اللي قابله هدخل مباشرة فيه وهعمل 3 اعمده علشان اعمل السمبوكسة اللي انا وريتها لكم انا مش بقاسس لقلب جديد هنا انا بعمل سمبوكسة واروح هنا واخد عمود تمام حبيبي هقص الخيط ده كده اهو شايفين بقاسس سمبوكسة زي اللي احنا عملناها هنا بالضبط طيب وبعدين هاخد سلسلة هقص الخيط انا بعدين وهنزل هنا في العمود اخد عمود انتبه ان انا هنا هزود القلب بتاعي ده القلب بتاعي ده هزوده يبقى معنا كده العمود ده هتغاضع عنه اول عمود هتغاضع عنه هاخد سلسلتين واحد اتليل ادي سلسلتين وهروح للقلب ده هفضل ازود فيه يعني اول عمود هعمل فيه تلات اعمد واحد اتليل تلاتة وبعدين عمود رقم اتليل عمود عادي العمود رقم تلاتة عمود عادي عمود رقم اربعة عمود عادي العمود رقم خمسة هعمل فيه تلاتة عمودة اهو واحد اتليل تلاتة هاخد سلسلتين والعمود اللي تحتها مباشرة ده هتغاضع عنه وهروح للبعده اعمل عمود بلفة سلسلة عمود سلسلة وبعدين خلي بالكم مش هاخد هنا بقى سلسلة ليه مش هاخد سلسلة علشان انا في نص القلب اللي تحت فها محتاجة ان انا اعمل السامبوكسة اهو شايفين العمود في نص القلب هو يبقى انا محتاجة اعمل السامبوكسة اللي هي باخد لها تلاتة عمودة اول سطر تلاتة عمودة تالي سطر بعدها بقوم وقت تلاتة عمودة مع بعض كلاستر العمود اللي وراها مباشرة باخده عمود عادي سلسلة اهو عمود سلسلة عمود الخط اللي بيلمع فيه كده ده بعد كده اهو سلسلة اخدت سلسلة واخر حاجة الكلور الكلور واحد تليل تلاتة تمام هطلع به تلات سلاسل اهو بصوا الشكل اهو هنا قلبين هيبقى قلب واحد زي بالزبط هنا تلات قلوب اهو واحد تليل تلاتة بقوا هنا قلبين وبعدين هيرجعوا تلات تلات قلوب خلاص الشغل اللي جاي كله عبارة عن تكرار اللي قبل كده إنا نفس اللي كلنا بنعمله قبل كده اهو اي دي تلاتة قعمدة تمام هاخد سلسلة اول عمود اشتعله اهو العمود سلسلة عمود هنا سلسلة وبعدين عمود عادي اهو يقبل لي التلاتة دول التلاتة قعمدة عايزي عاملهم ان يكلاستر � ااخد سلسلة وبعدين هاخد عمود غير مكتمل التالي غير مكتمل التاليت غير مكتمل اخدهم كلهم مع بعض اقفل عليهم وبعدين السلسلة وبعدين فوق العمود اللي بعدهم مباشرة هاخد عمود اهو فبقت ايه سامبوكسة فوق القلب بالضبط سامبوكسة بعد كده اهو سلسلة لا هنا بقى ايه مش هاخد سلسلتين ليه لان اللي في عمود هنا طالما هزود طالما هعمل زيادة في القلب يبقى هتغاضع عن العمود ده خدت سلسلتين وهرجع اعمل واحد تليل تلاتة واعمل زيادة في القلب ده خلاص هتكرري نفس اللي احنا عملنا يعني هتزودي الدور ده يبقى زيادة كم دور الزيادة اول حاجة خمس اعمدة بعد كده الطرف من هنا ومن هنا بزود خمس اعمدة وهنا خمس اعمدة الدور ده كمان بتزودي هنا عفوا لتلات اعمدة بزودي هنا تلات اعمدة ومن هنا تلات اعمدة الدور ده كمان هتزودي تلات اعمدة وتلات اعمدة والدور اللي بعده هيبقى ثبات اهو اللي هو الدور الايه السبات. والدور اللي بعده هترجعي تجمعيه وبقى تاني هتعمل اختصار وتجمعيه معشان يظهر شكل القلب ده. انا طولت عليكم علش بس هي الغرزة شيك قوي وتستاهل بصراحة. اهي. الغرزة حقيقي حقيقي تستاهل الليل تتعبوا علشانها. شوفوا شكلها حلو ازاي. الخيط كمان جميل قوي. ما تفكروش انها مفراغة او كده بالعكس. القلوب فيها بديها شكل حلو قوي. وكمان ببناسبة الفلانتين. انا ما بقتناشى بالفلانتين ولا عيد حب ولا حاجة. ربنا يجعل الحب دايما في قلوبنا طول السنة. مش محتاجين اليوم عشان نحب بعض فيه. احنا بنحب بعض طول السنة. ويا رب الحب والا والوقام يدوم على العالم كله يا رب العالمين. اه وما تنسوش احط الورد كده عشان انا بحب الورد كده جنب جنب الشغل بتاعي. يا ربي يا عم الخير والسلام على العالم كله يا رب. ويكفينا شر الوباء. ما تنسوش تدعموني يا حبيبي لايك وشير وكمبيلت. واستنى الكومبيلتات بتاعكمها لكشان كل مرة هنزل فيها فيديو. هحط كومبيلت بالكمبيلتاتكم هنا على الشاشة عشان تشوفوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.